لم يصلح بصيحة تعادل صيحة الله أكبر التي أصبحت صيحة كراهية وصيحة عنف وصيحة إرهاب قلت لكم مرة وسأعيدها إلى المرة الثانية أو الثالثة حين أكون في محل عام ويؤذن هاتفي أغلقه مباشرة أبادر مباشرة إلى أغلاقه لأنه يخرجني سأكون واضحا لن أتحدث معقلية معيارية ومن قال لك أن كلمة الله يا أخي ليس هذا ليس المعيارية الوضعية الواقعية ما يجري أن العالم الآن يخاف من هذه الكلمة أنت الآن لو رأيت مجموعة من شباب مسلم ملتعن يهرعون إلى مكان ويكبرون ستخاف أنت ستخاف تقول ماذا يذبحون من يذبحون ماذا يفجرون ماذا أنت كمسلم من باب أحرى بالحري غير المسلم حين يسمى الله أكبر أصبحت جعلناها بأيدينا بدمائنا بسكاكيننا بحزمة الناسفة جعلناها صيحة كراهية صيحة إرهاب صيحة تدمير أنا أستخدمه على هذا المنبر من سنين بفضل الله صيحة رحمة وصيحة إعجاب الرحمة حين أقول الله أكبر يا رسول الله الله أكبر بعد أن فعلوا بك وفعلوا تقول هذا الله أكبر هكذا أتعمد هذا لأنها في الحقيقة صيحة رحمة أيها الإخوة تعرفون ما معنى ربما المعنى الأول لكلمة الله أكبر ليس هو الله أكبر من هبل واللات والعز ومناء الثالثة الأخرى قطعا هو أكبر منها لكن ليس هذا هبل وعز ومناء ما الذي جعلها آلها تشرك مع الله في العبادة والتأليم ما الذي جنون الإنسان خباء الإنسان حبل الإنسان وإلا فهي أحجار هي أحجار لا تنفع ولا تضر هي أحجار في مكانها قبل أن تكون هبل واللات والعزة كذلك كانت أحجارا وبعد أن سييرت آلها لم تخرج عن حجريتها ظلت أحجارا الهابل والجنون في عقله ولذلك أنا أقول لكم الله أكبر أول معنى لها أكبر من خرافاتك أكبر من أوهامك أكبر من غرائز الوحش والبهيمة فيك لأن فينا غرائز الوحش أيها الإخوة حين أقتل وأنتقم أيها الإخوة بغير وجه حق الوحش يتحرك هنا الوحش هو الشاخص ليس الإنسان غاب الإنسان حين أعدو على عرض غيري وأغتصب وألوث الأعراض البهيمة هي التي تتحرك البهيمة هي الماثل ليس الإنسان ليس خليفة الله تبارك وتعالى من يفعل هذا فالله أكبر الله أكبر من غباوتي تعرفوني اليوم كلمة مفتاح وسأقول كلمة وسيقال هذا الرجل أمعنى في جلدنا أنا أجل نفسي أنا من هذه الأمة لم أتخلى عنها بفضل الله تبارك وتعالى أنا مسلم كنت أسأل الله أن أحيا وأن أموت وأن ألقاه مسلما موحدا صافيا المعتقد المعتقد خالص الدين والمنتحل أيها الإخوة إذن أجل النفسي لكن لابد هذا النقد وليس جلدا أم لا تريد أن تسمع الحقيقة تعد كل نقد جلدا وتأبى إلا أن ترى نفسها كاملة تامة على أنها تتداعى والاستثناء في مشهد التداعي قليل سألوا أنفسكم أين هي الاستثناءات الفاقعة المبشرة المضمئنة في مشهد التداعي نتداعى أو ننتداعى على جميع المشتويات روحيا أخلاقيا مسلكيا سياسيا أقواميا بلدانيا عسكريا سياسيا نتداعى دينيا كل شيء تداعى في عالم العرب الآن والمسلمين تقريبا والعرب هم للأسف الأوفر حظم الكارثة تركيا بالخير ماليزيا بالخير إلى حد ما بلدان أخرى العرب بالذات هم الأكثر حظا الأوفر حظا بالتداعي والدمار وفي نهاية المطاف شئنا أم أبينا العرب قلبه الإسلام قلبه جغرافيا قلبه تاريخيا قلبه مصدرا ومنبعا إن لم يقوم بهذا الأمر على وجهه حق القيام ترون من سيقوم به من للأسف لا استثناءات مطمئنة في مشهد التداعي في مشهد الخراب الكل الشامل أيها الإخوة إذن فلنعود إلى النقد أنا أقول لكم حيث يفشو الغباء كل شيء يصبح له مساغ يجد مساغه حين يفشو الغباء أنا أقول لكم يتصدر الساحة ويعتلي المنبر وخشبة المسرح أولئك الذين يوزعون علينا الكفر والإيمان هذا كافر؟ هذا مؤمن الدين واللادين الصلاح والطلاح ومن ثم الجنة والنار قل في تاريخ المسلمين بطوله خمسة عشر قرن تقريبا أيها الإخوة أن شهد العالمون أناسا وعلماء كبارا على أساس يعني علماء كبار يقسمون بالله أن فلان في النهار وفلانا تلتهب عليه نار جهنم الآن وكما قلت مرة اغتصبوا صلاحيات الله لا أدري ما الذي أبقوه الله من صلاحيات أيها الإخوة وأصبحوا كالنماريذ كالنمروذ يحيون ويميتون هذا يستحق القتل فقتلوا جنون جنون حقيقة أيها الإخوة ما الفارق في الجنون في مسافة الجنون في طيف الجنون ما الفارق في طيف الجنون أو على مطياف الجنون بينذاكم الشاب الحلبي المسلم المتحمس الذي طعن شابا في الحادي وعشرين من عمره في صفحة عنقه بخنجر صغير طعنه في صفحة عنقه لماذا؟ لكي يقف نزيه في سوريا لكي تؤذن الفتن بانتهاء فتن سوريا وغير سوريا لماذا يا أخي؟ ما علاقة هذا الشاب المسكين؟ لأنه الأعوار الدجال قال لقد أوحي إلي أنه الأعوار الدجال الولد المسكين مولود بعيب خلقي إحدى عينيه مطموسة وتتذلى عليها قطعة لحم هاي بخلقي موجود ملايين مثله في العالم قال لقد رأيت أنه المسيح الدجال أعوار الدجال قتلته حتى أريح الأمة جنون جنون حقيقة مسخرة كوميديا سوداء ما الفرق على مطياف الجنون بين هذا الجنون وبين الذي يأتي إلى عالم أو مفكر أو كاتب أو إلى خيره ويعطي فتوى بقتله بإردائه بالرصاص لأنه كافر زنديق يبغي الإسلام وأهله كل شر وكل خبال ما في فرق جنون كله جنون هذا جنون وهذا جنون هذا مجتند إلى أسطورة الدجال وهذا مجتند أيها الإخوة إلى أسطورة المعصومية أن لديه قدرة على التمييز ومعرفة المؤمم الكافر بحيث يعطي أمرا أيها الإخوة بالقذف في نار جهنم اختلوه لكي نعجل به إلى النار أقول لك عجلوا به إلى النار الله أكبر لو كنا نعلم أن هذا لك لاتخذناك مع الله إله آخر أين هؤلاء المعاتي المجانين من عمر بن الخطاب رضوان الله عليه فيما يرويه عنه مسروق ابن الأجدع الهمداني يقول كتب كاتب لعمر هذا ما رأى الله هو عمر فقال بئس ما قلت ما فرحش متاز ما أظموني كهنوت أنا أنا باب المسلمين أنا الذي أعل وأربط قال بئس ما قلت ولكن قل هذا ما رأى عمر هذا ما رأى عمر فإن يكون حقا فمن الله وإن يكون خطأا فمن عمر خطأي أنا لا تحمل معرة الخطأ على الإسلام لا تحمل الإسلام معرة خطأ البشر والبشر هذا ليس مولانا فلان والسيدي فلان والعلمة فلان عمر بن الخطاب على المستوى السياسي أمير المؤمنين خليفة المسلمين حاكم ثلث الدنيا على المستوى الروحي ابن الإسلام أحد نصرة الإسلام المتقدمين المهاجرين البدريين هذا عمر رضوان الله تعالى عليه هذا عمر أحد الأربع الراشدين مش أي إنسان ملهم الإسلام فاروق الإسلام غضب غضبا شديدا وهو الذي علم ودهب على أن يعلم الناس على من حوله يقول لهم أيها الناس قام خطيبا يؤسس أيها الإخوة ويؤصل لأصول مختلفة تماما عن تلك التي تولد الجنون اليوم والجرائميات والعبثيات العدميات يا أيها الناس إنما كان رأي رسول الله صوابا الرسول حين يكون له رأي من غير حتى وحي إلهي صواب رأي يقول في الجملة لأن الله يريه إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله بما أراك ترى وتجتهد في النص قال هذا الرسول الله يريه عنده دعم خاص وكما قلت في الخطبة السابقة الرسول مش مجرد ساعة بريد يعني كما يقول القرآنيون اليوم لهم موقف عجيب جدا يرفضون كل شيء عن رسول الله شيء غريب يا أخي شيء غريب وكما قلت ألف مرة الناس تأثر عن كرامها وكبارها من الفلاسفة الألباء والحكماء الأذكياء كلمات ومقولات وأفعال ومسالك يأثرونها ويتروّونها ويستفدون بها أتحرم أمة محمد من تراث محمد بهذه الحجة شيء غريب جدا جدا ما في منهج هذا منهج عب الدي منهج الصبياني على كل حال فالرسول ليس مجرد ساعي بريد ورجل مؤيد من السماء فضلا عن عقله التام الكامل صلواته ربه وتسليماته عليه لتحكم بين الناس بما أراك الله ومع ذلك حين يند قليلا بحسن نية اقرأوا تكملة الآية ولا تكن للخائنين خصيمة واستغفر الله تعليق وعاتب شديد يقول الطبر وتأديب لخطأ وقع ذي رسول الله تعلمونه ذكرت عليكم أكثر مرة أو تلوت عليكم غير مرة طيب قال إذن هذا رسول الله وإنما الرأي منا ونحن قال يقول عمر أنا أنا وعمثار من الصحابة الكرام الكبار وإنما الرأي منا الظن والتكلف هذا الرأي من نحن يا ظن يا تكلف وقد نصي وقد نخطي شفت وحط قال إنما السنة ما سنها الله ورسوله ولا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة إنما السنة ما سنه الله ورسوله ولا تجعلوا خطأ الرأي قال خطأ رأي أمثالي سنة قال هذه سنة عمر كذب قال لا لا السنة ما سنه الله ورسوله إحنا لا عنا آراء نصيب ونخطي فلا تجعلوا خطأ اجتهاداتنا سنة للأمة زعمته وتقول له سنة الصحابة مثلا وهذا لم يحصل بفضل الله بالعكس القاعدة أن الحديث الموقوف على الصحابي موقوفاً حكمه من حيثه العصل فيه أنه ضعيف ما ملزم الله هذا الصحيح ما ملزم لدينا نبي واحد معصوم كما قلت لكم أيها الأخوة نبي واحد معصوم